بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط لبرامج ومعاهد التربية الخاصة اليوم مادت هنا رياضيات للفصل الدراسي الثاني عنوان درس اليوم الأعداد من العدد 81 إلى العدد 90 كما تعودنا سابقا هناك تعليمات يجب أن أتبعها عند مشاهدة دروسي التعليمية من خلال قنوات عين الفضائية أولا أحرص دائما على اختيار المكان الهادئ والمكان المناسب البعيد عن الضجيج معرفة جدول وأوقات دروسي التعليمية أجهز الكتاب المدرسي وأدواتي التي أحتاجها أستمع إلى الدرس بتركيز أتابعوا الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد مع ابنائنا وبناتنا أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد والمساعدة عنوان درس اليوم الأعداد من العدد 81 إلى العدد 90 توصلنا في الحصة السابقة إلى العدد كم إلى العدد من يذكر لي أحسنتم 86 اليوم سوف أتعرف على العدد 87 الأهداف التعليمية التي سوف نحققها سويا نهاية درس اليوم الهدف العام معرفة العدد 87 أهلاف الخاصة رقم واحد استخراج العدد 87 من خلال الأنشطة يطابق الطالب والطالبة العدد 87 بما يماثله يسمي الطالب والطالبة العدد 87 يكتب الطالب والطالبة العدد 87 بشكله الصحيح يرتب الطالب والطالبة العدد 87 من خلال خط الأعداد يربط الطالب والطالبة العدد 87 بمدلوله الصحيح نبدأ بمراجعة الدرس السابق ما هو العدد الذي تعلمت على قراءته وكتابته بالشكل الصحيح؟ أختار البطاقة التي تمثل عدد درسي السابق أشاهد أحسنتم البطاقة الأولى أسمي العدد أحسنتم 86 العدد الذي تعلمته في درسي السابق هو العدد 86 الآن نستعد ونشاهد ونستمع إلى قصة درس اليوم ماذا أشاهد في القصة؟ أشاهد نورة رائع نورة ماذا تفعل نورة؟ تشاهد التلفاز نورة تشاهد التلفاز شاهدت نورة بالتلفاز عدد يظهر بالشاشة ولكن نورة لم تتمكن من قراءة العدد بشكله الصحيح يريد اليوم أن نساعد نورة لتقرأ العدد الذي ظهر بالشاشة ما هو العدد؟ من يساعد نورة؟ أحسنتم العدد مكون من خانتين يوجد به العدد سبعة وأيضا العدد ثمانية كيف أقرأ العدد؟ عدد درسي اليوم هو العدد 87 سبعة وثمانون أردد سبعة وثمانون سبعة وثمانون رائع أقرأ بمفردي خطوات قراءة للعدد من اليمين إلى اليسار أحسنتم أقرأ بمفردي مرة أخرى أحسنتم سبعة وثمانون رقم درسي اليوم هو العدد سبعة وثمانون أحده العدد سبعة سبعة ينظر إلى أين؟ إلى الأعلى من الأسفل أحسنتم العدد سبعة ينظر إلى الأعلى ينظر إلى الأعلى والعدد ثمانية في العشرات هو عكس العدد سبعة وينظر إلى الأسفل وينظر إلى الأسفل أشاهد العدد ثمانية رائع الآن أريد أن أمثل العدد سبعة وثمانون من خلال قطع الأحد والعشرات نمثل سويا للعدد سبعة وثمانون كم قطعة نضع في الأحد؟ كم قطعة نضع في الأحد؟ وشاهد أحسنتم سبعة قطع نضع في الأحد سبعة قطع نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أكمل سبعة رائع وضعنا في سلة الأحد سبعة قطع كم أضع قطعتهم في العشرات؟ كما تعرفنا سابقا أن هذه القطعة نقول ماذا؟ عشرة نقول عشرة لأنها تمثل العشرات كم أضع قطعة؟ عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون رائع ستون سبعون ثمانون قطعة مثلنا العشرات بثمانون قطعة تمكننا من وضع القطع في مكانها الصحيح الآن ننتقل إلى مهارة قراءة العدد بشكله الصحيح من خلال البطاقات التي أمامنا اليوم تعرفت على قراءة العدد ما هو؟ سبعة وثمانون أريد أن أضع العدد سبعة في بيته الصحيح والعدد ثمانية في بيته الصحيح أين يسكن العدد سبعة في رقم درسي اليوم؟ يسكن بالآحاد أم بالعشرات؟ أحسنتم يسكنوا في بيت الآحاد العدد سبعة يسكن في بيت الآحاد وذكرنا سابقا أن بيت الآحاد لا يقبل إلا رقم واحد الآحاد لا يقبل إلا رقم واحد ومن يسكن في بيت العشرات؟ ما هو العدد الذي يسكن في بيت العشرات؟ ويمثل رقم درسي اليوم؟ أحسنتم العدد ثمانون العدد ما هو؟ ثمانون أشاهد العدد ثمانون العدد ثمانون وذكرنا سابقا أن العشرات ماذا تفعل بالعدد؟ أحسنتم تلسق صفرا يمين العدد العشرات تلسق صفرا يمين العدد كيف أقرأ العدد؟ أستعين بالبيوت سبعة وثمانون هذه القراءة الصحيحة ولكن عندما أكتب العدد كيف أكتبه؟ أكتبه بهذا الشكل في القراءة أقرأ من خلال المنازل سبعة وثمانون ولكن الكتابة يظهر لي بهذا الشكل الآن ننتقل إلى مهارة جميلة مطابقة العدد بما يماثله لدي مجموعة من النجوم نطابق العدد بما يماثله النجمة الكبيرة تمثل رقم درسي اليوم أسمي العدد سبعة وثمانون رائع ما هي النجوم؟ أو النجمة المطابقة للعدد درسي اليوم؟ هل هي النجمة الأولى؟ الثانية؟ الثالثة؟ أم الرابعة؟ أحسنتم النجمة الأولى سبعة وثمانون طابقنا النجمة الكبيرة سبعة وثمانون مع النجمة الصغيرة التي تحمل نفس العدد سبعة وثمانون الآن أتعلم وأجمع الآحد والعشرات في هذا الجدول نريد أن نعد الآحد والعشرات ونكتبه بالفراغ كم لدي قطعتهم من الأحاد؟ كم لدي قطعتهم من الأحاد؟ نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لدي سبعة قطع بالآحد أضع بالفراغ أضع بالفراغ العدد سبعة العدد سبعة زاعد ما هي المهارة التي يستخدمها في اليوم؟ عملية الجمع زاعد كم قطعتهم بالعشرات؟ كم قطعة؟ نعد عشرة عشرون ثلاثون أربعون نكمل أحسنتم خمسون ستون سبعون ثمانون قطعة في العشرات ثمانون قطعة أضعها بالفراغ العدد ثمانون أريد أن أعرف مجموع الأحاد والعشرات ما هو العدد الذي يمثل مجموع القطعة التي سميناها سويا أحسنتم هو العدد سبعة وثمانون وهو رقم درسي اليوم ننتقل إلى نشاط آخر أريد أن أعرف موقع رقم اليوم أينما كانه في خط الأعداد تمثيل العدد سبعة وثمانون في خط الأعداد ألاحظ هنا في خط الأعداد يبدأ من العدد ثمانون وينتهي إلى العدد تسعون أريد أن أستخرج مكان رقم اليوم أين يقع مكانه أين يقع مكانه أشاهد أحسنتم هنا سبعة وثمانون سبعة وثمانون أستمع وأجيب سبعة وثمانون قريب من العدد ثمانون أم قريب من العدد تسعون أعيد مرة أخرى العدد سبعة وثمانون في خط الأعداد هنا قريب من العدد ثمانون أم قريب من العدد تسعون ممتاز قريب من العدد ماذا؟ من العدد تسعون وبهذا النشاط أنتهيت من درس اليوم قراءة العدد بشكله الصحيح كيف أقرأ العدد؟ كيف أقرأ العدد؟ أقرأ العدد من اليمين إلى اليسار إذا كان يتكون من منزلتين أسمي العدد الذي أماني أحسنتم سبعة وثمانون أطلب منكم أبنائي وبناتي قراءة العدد سبعة وثمانون عد الأشياء التي من حولي للوصول إلى العدد سبعة وثمانون أقرأ اللوحات الموجودة في الأماكن العامة أستخدم هذا العدد من خلال البيع والشراء عند ذهاب إلى السوق شكرا أبنائي وبناتي لحسن استماعكم لدرس اليوم أترككم في رعاية الله وسوف نكمل ما تبقى من درسنا في الحصة القادمة إن شاء الله شكرا